مع ساعات الصباح الأولى توجهنا إلى قرية الموالي الواقعة غرب مدينة الموصلة لتصوير قصة رجل حكم عليه بالإعدام بسبب تشابه الأسماء مع متهم بالإرهاب ليقضي بسبب لعنة التشابه خمس سنوات منتظرا الموت أو الحرية وبقي التشابه يلاحقه حتى داخل السجن فقد أعلن عن وفاته في أحد الأيام ولكن المتوفي كان يحمل اسما مشابه لإسمه أيضا جاني اتصال من على التليفوني التليفوني طبعا مثبت عندهم بالإضبارة بالسجن ما الوالدي فقالوا أنت مثلنا محمد جاسم قلت له نعم قال والدك محمد جاسم محمد أحمد قلت له نعم قال أخوي البقاء لله والدك توفى هاوي شي يكون قالوا يا أبا إزلمتكم محمد جاسم محمد أحمد الجبوري على قيد الحياة ما متوفي يا أبا شلون هما خابران قالوا ولي متوفي محمد جاسم محمد أحمد المشهداني المعتقل محمد جاسم محمد الجبوري من عائلة تعرضت للأذى من الإرهاب فشقيقه قتل على يد العصابات الإرهابية ومنزلهم تمت مصادرته إبان احتلال المحافظة وكان محمد ينتظر الحرية من داعش لكن آماله خابت واليوم يناشد الآلاف من أبناء قريته بإطلاق سراحه ويقولون أنهم مستعدون للشهادة له يعني القرية هذه بفوق السبعة آلاف نسبة زغيرها وتشبيرها طفلها النسوانها زلمها كلها تشهد له أبدا إذا واحد بس واحد من القرية يشهد عكس هذا الموضوع اعتبروه هو داعش عائلته في حالة يرثى لها وأبناء منطقته يشعرون بالأسى عليه وحالته الصحية تتدهور قدموا كل الأوراق التي تثبت براءته وينتظرون إعادة المحاكمة لكن صحته بدأت تزداد سوءا وتخشى عائلته أن يغيبه الموت قبل أن ينال حريته هو أضعه مريض حي لستعبان حي لتعبان تعرف الشسم والاعترافات أخذوها بالإكراه وهو متعذب وهو بصرع مريض والمحاكمة ماتوا جعلت بل إن شاء الله أنهم يقدمونها محاكمة وهو برياء وأن القرية كلها تشهد له الآلاف من أبناء قريته يناشدون مجلس القضاء الأعلى للإسراع بإعادة المحاكمة كما وذلك بعد إكمال مسحه الميدانية والذي أثبت براءته بحسب ما قاله وجهاء القرية من قرية الموالي غرب مدينة الموصل محمود الجماس قناة التغيير